وربما هذة عشرات سوية أستاذ والناس كيشاهدونها فوش مسألة صحيحة؟ ولمشي صحيحة؟ أنا بالنسبة لي عشر ساعات هي واحد لمرحلة متقدمة من الإدمان المي كان قوله عشر ساعات يومياً نكرا سنتكلموا على تقريباً ما يعادل نصف اليوم اللي غاد يقطيه هالطفل هذا في اللاعب الإلكتروني ولكن ممكن هو هدر بحيث هو واخدها كمهنة دك شي علاج تماماً هذا هو التعليق ديالي على الروبورتاج هو أننا سنتكلموا على واحد الفئة اللي مشات في واحد المجال اللي كنسميه الاحتراف يعني غنحترفوا واحد المهنة معينة واللي فيها دخل مادي يعني فيها أرباح مادية فيها واحد المجموع فيها مصابقات على المستوى الوطني على المستوى الدولي ولكن الطفل كالطفل اللي يعني عندنا في الدار ما يمكنش لنا نفتحوا له المجال لأنه يمشي في هاد الألعاب الإلكترونية بواحد الشكل اللي مبالغ فيه واللي ممكن غنقوله غير إلى حدود تجاوز ثلاثة ديالساعات يومياً بالنسبة للطفل يعدوا خطأ نعم وكانش تسوى حاجة اللي يتاتل انتباه ديالي في الروبورتاج وأنه قال بأنه كيتستعمل اللعب ديالفيديو في العلاج النفسي في البسيكوتيرابي واش هاتشي بالصح صحيح كتستعمله؟ أنا غدير رجع لكيف مقال سيفقبله هو التطورة التكنولوجية والإلكترونية اللي كنا حالياً خلات واحد المجموعة من الأمور يعني دبا احنا مامتا في العمل اليومي ديالنا وسيغطوه في المرحلة ديال الكوفيد وهذا واللينا سنسمعه بالحصص النفسية عن بعد واللي كتستعمل وسائل إلكترونية وتواصل معين حتى على مستوى مثلاً أو الاختبارات الدكاء العقلية اللي كانت تبقوها على الأطفال باش نعرفوا معدلة الدكاء ديالهم وتأخر ديني يعني كينا مؤسسات عالمية وشركات عالمية اللي خلاتها كلها ترجع المهوى الإلكترونية يعني بدل أن الطفل يشد ومهين كان واحد اختلاف كبير ما بين العلماء لأن التست ديكوسيو انتلكتويل فيه واحد المراحل اللي فيه دي جو اللي خاص الطفل يتعامل مع ألوان مع مكعبات مع دوائر والليات كلها في الطابلات وكان نعطيه للطابلات وكي يعطينا حتى العملية الحسابية ديال المعدة الدكاء ممكن يدار في الطابلات دونك هذا واحد الاستعمال جديد ديال ما هو إلكتروني على مستوى تطبيق الاختبارات على مستوى العلاج النفسي ولكن ما يمكنش لنا نقوله هكذا جملة هكذا أن الألعاب الإلكترونية هي علاج نفسي ماشي علاج نفسي اللي ممكن أننا نقوله بأنه أحيانا ممكن يصل الإنسان الواحد المرحلة اللي ما كيلقاش اختيارات متاحة أمامه من غير أنه يعمر الوقت دياله باللعب الإلكتروني فدنسو الكوك يلقى رأسوه نغامس ولأنها هي تلك المتعة اللي تتبدأ غير بالشوية كيفما قلنا تماما بحلفة المخدير أنها تتمشي غير بالشوية وكتبقى غادة وكتكبر وكلما أنا تنبحث على المتعة بشكل كبير كان نبغي نزيد في الوقت كان نبغي نستمتع أكثر وكان نبغي نكتشف حواج أخرى ولكن غادر رجع لواحد الفكرة اللي هي مهمة هي شنو هي الألعاب الإلكترونية اللي كان لعبوه وما دات أتيرها كين ألعاب اللي هي هادفة